يلتقي فريقا شباب الأردن والجليل في مباراة تقام الليلة على أستاذ الأمير محمد لحساب الجولة الختمية من بطولة درع المئوية ويسعى الفريقان لتحقيق فوز معنوي في المباراة إذ يأتي الجليل في المركز الثامن على سلم الترتيب بثماني نقاط وبفارق الأهداف عن شباب الأردن التاسع يذكر أن فريق الفيصلي قد توجى بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه والثانية على التوالي تغلق بوابة الانتقالات الصيفية للاعبي أندية كرة القدم المحلية عند الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليلة وشهدت الأيام الماضية إنجاز الأندية الأردنية العديد من الصفقات القوية في ظل سعيها لتدعيم صفوفها بلاعبين جدد استعدادا للمرحلة المقبلة من المنافسات وسينطلق دور المحترفين لكرة القدم في الثالث من الشهر المقبل حيث ستكون المنافسة كبيرة بين العديد من الأندية وعلى رأسها ثلاث المقدمة الفيصلي والوحدات والحسين اختتمت بطولة عمان المفتوحة للغولف والتي أقيمت فعلياتها على ملاعب نادي البشارات في غمدان المزيد في هذا التقرير بأجواء صيفية أقيمت بطولة عمان المفتوحة للغولف إحدى جولات الدور الأردني على ملاعب نادي البشارات في غمدان بمشاركة ستة وثلاثين لاعبا ولاعبة من جميع الفئات العمرية ونصب اللاعب محمد الرواجد نفسه بطلا ليكون رابع لاعب أردني يدخل في التصنيف العالمي بعد كل من شيرغو الكردي وحمزة سلمان وموسى شناعة كما أنه سجل رقما جديدا في البطولة وكانت التنافسية عالية بين محمد الرواجد ووصيفه حمزة سلمان وصاحب المركز الثالث سالم العبداللات إلا أن السباق انتهى في النهاية لللاعب الرواجد ولم تقتصر المنافسات على فئة الرجال حيث تم تنظيم منافسات الكبار والإليت والشبان والشابات والناشئين أيضا وتأتي البطولة في إطار تنفيذ الاتحاد الأردني استراتيجيته في نشر وتطوير رياضة الغولف والتي باتت تحقق نتائج لافتة في المسابقات الخارجية في السنوات الماضية ليون المسي بشكل رسمي على عقد انتقاله لإنتر ميامي الأمريكي حتى عام الفين وخمسة وعشرين وأكد ميسي أنه متحمس جدا لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية وقال النجم الأرجنتيني أن هذه فرصة رائعة من أجل تحقيق الأهداف التي وضعها رفقة الفريق الذي أصبح بمثابة موطنه الجديد تويجا ريفر بليت بلقب الدور الأرجنتيني لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه استوديانتس لابلاتا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وبهذا الفوز رفع ريفر بليت رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب محققا لقب الدور الأرجنتيني للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخه كأكثر الفرق تتويجا باللقب وموسعا الفارقة مع غريمه التقليدي بوكا جونيورز إلى ثلاثة ألقاب موسيقى